أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملعب الشريف حلقة النهاردة حيكون معايا ضيوفي السناء الأقرب لقلبي طبعاً الكابتن خالد الغندور الكابتن نادي الزمالك وإعلام الكبير ومعنا طبعاً الأستاذ أحمد الخضر رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك ومعنا طبعاً فقرة المحببة إلى قلوب جمهورة نادي الزمالك العظيمة الزمالك خط أحمر النهاردة حنتكلم مع حضراتكم في أمور كتيرة جداً أهم حاجة نحن نتكلم فيها النهاردة المؤتمر اللي كان في نادي الزمالك اللي عمل المتشار مرتضى منصور وإللي كان طبعاً فيه حاجات كتير واعتبر هو المؤتمر دا اسمه كشف الحقائق مرتضى منصور النهاردة تكلم في حاجات كتير جداً وأثبت للجميع أن كل اللي بيزاد على حب نادي الزمالك دا كلام فارغ يعني إحنا بنحب نادي الزمالك آه بنحبه بس بننفعش عليه قضايا يعني جمعية نادي الزمالك الجمعية العديلة اللي كانت موجودة عضاء مجلس عضاء الجمعية العمومية الموجودين كانوا الناس عادين جداً اللي هم بيحبوا نادي الزمالك بجد كمان قد إيه في ناس بيرددوا أنهم زمل كوية لكن أثبتوا أنهم بيقراهوا نادي الزمالك ومش عايزين الخير لنادي الزمالك بسبب أن في خلاب بينهم وبين المصار متضمنصور قبل باتكلم في تفاصيل المؤتمر أنا مش عارف إزاي في ناس بتحسب نفسها على الزمالك وبترفع أضايا على نادي الزمالك وبالطالب باستمرار اللجنة مليها في نادي الزمالك حاجة غريبة جداً والله مش لقى إليها تفسير خالص غير إن الناس دي بتبحث عن مصلحاتها الشخصية في نادي الزمالك ومش بارقة معها نادي الزمالك يبقى في انتصارات نادي الزمالك واقع نادي الزمالك فريق الكورة الكسر بخسر ولا أي حال قبل ما أدخل في تباصيل نهره طبعاً عايزة بارك لفريق اليد لكل كت تاني مرة لفوزه على النادي الأهلي في مباراة فاصلة للدورة إن شاء الله يوم الاثنين الساعة 6 قبل مباراة الإسماعيلي الزمالك والإسماعيلي في قبل نهاية كلاس مصر بنبارك لفريق اليد بنقول له ألف ألف مبروك طبعاً ما فيش حد ذكر هذا الموضوع تماماً ولكن إحنا بنذكره طبعاً لأن فريق اليد ده فريق كوماندوز الفريق الكبير لنادي الزمالك بالنسبة للمؤتمر مصدر مصدر منصور النهاردة بالمستندات بتاعته النهاردة أثبت انتصاره على لجنة اللجنة المالية احنا طبعاً بنكن كل احترام تخضيله وزير الشاب والرياضة ولكن كان موقفه الأخير مع الزمالك غير مفهوم نهائياً لجنة المالية طبعاً اللي مشت من نادي الزمالك كانت مشت يوم الخميس مشت عشان التعقيقات خلصت فيش أي إدانة على مجدس الزمالك وده اللي قاله المصدر مصدر منصور في المؤتمر بتاعه النهاردة مجدس إدارة الزمالك النهاردة قبل موعد المؤتمر الصحفي اجتمع طبعاً وتم دعوة الدكتور عبدالله جورج للاجتماع لكن طبعاً اعتذر على الحضور وده طبعاً كان بيعتمده في الاجتماع اليوم كل من أساءل نادي الزمالك خلال الفترة الماضية كان حيتحول للتحقيق في الفترة الماضية ويتم شط بعديوتهم بالنسبة لموضوع نادي الزمالك كان نهارة طبعاً في حاجة يعني فيه هاشتاك طلع طبعاً من جمهور نادي الزمالك كان في حاجة حصلت بصراحة عاز أقول حاجة يا جماعة والناس تفهمني صح ما أروع جمهور الزمالك وما أعظم يا جماعة جمهور الزمالك ده فعلاً جمهور عظيم ما حدش حيضى لزيد بين العلاقة القوية اللي بين جمهور نادي الزمالك وجمهور والشعب السعودي الشعب السعودي أغلبه بشجع نادي الزمالك بالملايين يمكن أكتر فريق مصري بيشجع هناك في السعودية الزمالك وفيه لعيبة كتير جداً في نادي الزمالك تلعب هناك في السعودية شي كبالة صوافاتحي كهرباء ده دي لعلى علاقة الطيبة جداً بنكون كل حب واحترام وتقدير للمستشار تورك الشيخ ولكن طبعاً جمهور الزمالك العظيم جمهور زواق جمهور حساس جمهور عارفين ميول المستشار تورك الشيخ للنادي الأهلي فبالتالي رفض بناءً على رفض جمهور نادي الزمالك فطلع المجلس طلع النهاردة تورك الشيخ وطلع بيان من المنظومة الإعلامية بتاعته ورفض ان يكون رئيس شرفي نادي الزمالك طبعاً طبعاً اللي بناء طلعه بكل احترامه وبيقدر نادي الزمالك وبيقدر مجلس قدرته وبيقدر جمهوره ده بصراحة اللي قاله كلام محترم جداً وجمهور الزمالك العظيم طبعاً يشرف ان يكون تورك الشيخ رئيس الشرفي دي ولكن لنا تقبل هذا الوضع لانه يعارف ان تورك الشيخ انتماءه تماماً وهو رئيس الشرفي للنادي الأهلي فرفض هذا الموضوع وبناء على رفض جمهور النادي الزمالك العظيم تم رفض الشيخ تورك نفع او رفض او اعتذر ان يكون الرئيس الشرفي لنادي اذا ما عشان الناس بس ما تعودش تتكلم والسوشال ميديا يقعد يضرب اليوم كله ان ازاي انت قلته كده لا 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 الكلام ده مش ده كان كلام مرتضى منصور لما قالي الكلام ده النهاردة ردا على استقباله ليه في السعودية وردا على الكرم اللي عملوا معاه والحفاوة اللي شافوها هناك فبناء على هذا الكلام اطلع قال كده الراجل يعني تقديراً احتراماً ليه حتى لو كان فيه نوع من المجاملة في الكلام ولكن مفيش حاجة حصلت او مفيش يعني حاجة يعني فعلية حصلت ونحترم وجهة نظره برضو ان هو طبعاً بيحب النادي الأهل ده حاجة ما حاتش يقدر يتكلم عليها ولا حاتش يقدر يزيد عليها ولا جمهور يقدر يزيد عليها ولا يقول انت قلتوا كده عبليكي اشان تقوله كده لا الموضوع مختلف تماماً الموضوع مختلف تماماً يعني الموضوع ده ده حكاية وده حكاية جمهور الزمالك زواق ادرك الموقف بناء على الموقف اللي هو واخده من بدري منه بعد فقد الزمالك عبدالله السعيد خلاص رئيس الشرفي يقول لنادي الزمالك فبناء عليه طلقت التويتا وقادف هذا الكنام بناء على رد على جمهور نادي الزمالك رد المستشار تورك الشيخ ورفض واعتذر ولكن هو رفض واعتذر بناء على رفض جمهور نادي الزمالك بعد الحملة اللي عملها جمهور نادي الزمالك على انه هو يكون رئيس الشرفي مش هلتكلم كثير في المضاء ده ولكن بكن واقدر كل كل الشكر وكل التقدير لمجلس قدارة نادي الزمالك وكل الشكر والتقدير للمستشار تورك الشيخ وكل الشكر والتقدير وطحية سلام وتعظيم سلام لجمهور الزمالك العظيم المحترم الزمالك اللي هما بيقبلش غير الصح لنادي العريق جمهور الزمالك الجماعة جمهور ما فيه ازا Wise بالعالم بصراحة انا ده وجهة نظري صوأة تقبلها ترفضة رحت ك لكن دا وجهة نظري انا شاف ان الجمهور الزمالك ده ما فيه ازا Wise بالعالم مش هقوله في مصر والله في العالم ان يطلح في وقت زي ده والفريق محتاج والفريق عاوز والفريق بيقول احنا عايزين لعيبة والفريق عاوز ان واحد زي التركة الشيخ هيبقى سنة كبير جدا نال زمالك ويرفض ده يا جماعة الجمهور ده صعب صعب تلاقي زيه في العالم خالص الجمهور ده حكاية تاني حدوتة ممكن اععد شهر سنة اععد احكى على جمهور الزمالك مش هديله حقه ندخل نقطة التاني بقى نتنقلص في موضوع ده وندخل على مباراة الزمالك والاسماعيل الزمالك والاسماعيل في الدور قبل النهاية لكاس مصر هيكون يوم الاثنين باذن الله ونتمنى هيكون طبعا نتمنى يكون المباراة قوية بين الفريقين لان الزمالك ابن عم الاسماعيل والاسماعيل ابن عم الزمالك وايا كان فيهم هيوصل للنهاية ان نقول لأي حد فيهم الف الف مبروك ولكن طبعا بصراحة شايف ان جمهور الزمالك يعني عنده امل كبير يعني فيه ناس تقول لي يعني فيه واحد صحف النهاردة بيقول ايه اه الامل الكبير اه كياس مصر لا هو ممكن واحد يكون بطل في السباء فقال قدر الله تحصل له حدثة فلما يجي يمشي على عكازين ويبدأ يمشي ويبدأ يتكلم ويبدأ يتحرك من غير عكاز ويبدأ يمشي لوحده وبعد يجري جري خفيف ده هو الكلام المقصود مش هقدر امسك كل واحد وقعد اشرح له ايه اللي في دماغك عشان انت تفهم انا مش بحسبك على دماغك خلي بالحضاتك فالزمالك مش معناه ان هو خلاص كاس عالم كاس بطولة اوروبا ياخد كاس مصر الزمالك في كبوة وقول ان هو ياخد كاس مصر في ظروف زي دي ده يعتبر زي المسأل اللي انا قلته بالظبط زي المسأل اللي انا بقولته ان حد عنده ظروف وبدأ يتحرك واحدة واحدة تانية عشان يطلع بطل زي يرجع بطل زي مكان ده كانونكة نظر في الكلام اللي انا بقوله مش معناه ان الزمالك مستني كاس مصر طبعا كاس مصر ده فخر طبعا لأي وبطولة كبيرة لأي فريق ياخده لكن مش معناه كلام من الكلام للأسف بيتاخد مننا حرفي انا مش 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 شرط عليا او مش مش ملزم ان انا اععد افهم كل تسعين مليون واحد لا تسعين مليون لا معلش انا حاحزف الاربعة واربعين مليون بطل زمالك واععد افهم في الخمسين مليون فلا انا بتكلم ولي افهمني صح يفهمني ولي ما افهمنيش ما افهمنيش حاجة ترجع لكم لكن ده الصح الزمالك فريق كبير الزمالك فريق عظيم فانا لما باجي اتكلم عليه واقول ان الزمالك الاسبوع اللي جاي حيلعب واملوا انه ياخد كاس مصر اه فعلا املوا ان في الظروف اللي بيمر بيها تخبط الادارة تخبط لجنة مالية ايه جهاز فني بيتغير لاي بيتغير الفريق مهزوم اربع خمس مبارات فورة بعض فلازم بنبقى الزمالك يعني انا امبارح شايف الاهلي الله يكون فحوان جمهور الزمالك يا جماعة يعني انت لو شفتوا مبارح الحصر في مبارات الاهل مبارات الاهل امبارح الجمهور هيتجنن الجمهور فعلا هيتجنن هزيمة من زمالك هزيمة من المالقسيوتة وطلعوا من خخروه ومن قسمس وتعادوا مع الترج هنا في القاهرة تخيالوا تعالوا شفوا اللي حصل امبارح في المقسور ايه اللي حصل يعني تخبط وكلام وزعيق لدرجة ان الكابت محمود الخطيب سابل ملعب ومشي هو مجلس الإدارة فعلا لان فيه ناس تكلمت وفين اللعيبة وفين الدعم وفين وفين ولكن ده حالة كورة جماعة ومعنى زمالك بقيت لكن انا يعني عايز حرجح تاني مضوع الاهلي بس عايز ادخل في معسكر برج العرب بتاع زمالك لان هو النهاردة بدأ وكان فيه اكتر من لقطة عجبيتني بصراحة الجلسات اللي عملتها اللي عملها الكابتن ايمان طاهر مدارب حراس المرمى مع عمر صلاح عشان يهيقوا نفسيا للقاء طبعا عمر صلاح ده يعني لعب صغير وحيلعب وحارس ساعد وحيلعب في مباراة قبل نهاية امام فريق كبير ده ان اسماعيلي وان عمر صلاح حارس مرمى يعني صاعد وواعد وعنده شخصية ويا درشيد الزمالك في مباراة زي دي برضو مضوح صعب فكان فيه جلسة كبيرة اول نهارده بين ايمان طاهر وعمر صلاح وقال له انت لعب كبير وانت المباراة دي هتبقى مولد نجم جديد وانت طول عمرك نجم واي ناشئ في نادي الزمالك هو بتولد نجم فبالتالي مش غريب عليك ان انت تحرص مباراة زي تحرص نادي الزمالك مباراة قوية زي دي وحيكون المباراة دي ممكن تكون فارئ في حياتك وممكن تصعد الزمالك للنهائي فالمباراة دي انت بقى تثبت فيها نفسك وتثبت فيها ان انت فعلا حارس مصر اللي قادم لنادي الزمالك النوطة التالية فيه جلسات بيعملها اللعيبة مع بعض وبيحفظوا بعض دي حاجة ما كنش نشوفها قبل كده دي اللي عملها خالد جلال يا جماعة اللعيبة بتقعد مع بعض وبتحفظ بعض اللعيبة كبيرة بتقعد مع اللعيبة الصغيرة وبتقول لهم المباراة اللي لازم فيه هدف ان احنا لازم نحققه ان هو الفوز وتحقيق لقب كاس مصر ونسعد الجمهور الزمالك اللي هي بتتمنى البطولة دي عشان الكلام اللي انا قلته مش عشان هو الزمالك محتاج بطولة لا عشان الظروف اللي هو فيها الزمالك لان الزمالك بصراحة الزمالك في المستوى المميز اللي ظهر فيه في الاخر وبعد هزيمة الاهلي وبعد هزيمة الانتاج بصراحة فبصراحة يعني كان ده خالد جلال دي كان دور كبير جدا يا جماعة واللي عجبني في المعسكر حالة فيه تكاتف بين اللعيبة الموجودة مع بعض والجهاز وفيه اصرار خالد جلال يعني اصر خالد جلال عمل نوع من الحب بين اللعيبة جماعة والله العظيم انا بقول لكم كلام من جوا المعسكر نفسه يعني خالد جلال عمل حالة في ناس الزمالك ويعني اشرق اللعيبة مش بس جادة يفنق في تحمل المسئولية وهيئهم نفسيا للقاء وقال لهم من المباراة مش مباراتنا مباراتكم انتو ناديكم انتو قبل ما يكون ناديا انا كلام كبير ما يقولوش جلال مدرد كبير ده الكلام الصح اللي هو يقول لعيبة زي لعبت نادي الزمالك لعبت نادي الزمالك دخل المباراة وعندها حابس كبير عشان تساعد تسعد جمهور نادي الزمالك اللي هتستهل بصراحة الفرحة في الايام اللي جاية فعلا جماهير الزمالك منتظرة الفرحة ومنتظرة ناديها في المباراة القادمة النقطة الاخيرة انا اتكلمت فيها وعرجع لكم تاني هي في حالة من الحزن عند جمهير نادي الاهلي ما حد سيقدر اولغر كده في حالة من الحزن هناك بعد التعادل مع الترجي وكان في حالة من هجوم كبير جدا على حسام البدري ومجلس الاضارة بسبب اخفاق الاهلي في سلاس مباريات متتالية الزمالك والأصول الترجي ودخلام ده انا قلته وجمهير الزمالك هجمت البدري واتهمته سوري اسف جمهير الاهلي جمهير الاهلي انا طبعا شاكولي شابه اقول جمهور الزمالك العظيم على لسانه على طول جمهير الاهلي هي اللي هجمت البدري واتهمته انه كان طبعا يعني مش عايز اتكلم يا جماعة بس بصراحة هو يعني بصراحة معها حق جمهير الاهلي معها يعني بتقول ان البدري كان بيدور على ارقام قياسية في الطلط الدوري واللي هو حسام قبلها هو بيعمل مجد نفسه يعني هو مفروض كان يريح اللعيبة ويريح الأساسيين ولاعب بالاحتلاطين لكن كله بيضار على نفسه ويضار على مصلحته ما بصش على مصلحت الفريق عدت لصابات كتيرة أوه زي عزارو زي عجايه زي السولية أوه زي عنسامير طبعا وبجانب طبعا معلود وكلام ده هو ده اللي أثر الغيبات الكثيرة أثرت على نادي الأهلي في المباراة الأخيرة ده اللي كنت عادت تكلم فيه بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لنادي الزمالك وبالنسبة للمؤتمر وبالنسبة للمؤتمر الزمالك النزل النهاردة ده كان اللي أنا كنت عايزة تكلم معاكم مع أحداثكم النهاردة جماعة معنا طبعا الكابتن خالد ومعنا الكابتن أحمد الخضري لكن أنا قبل ما أتكلم على الجماعة النهاردة فيه عندنا الزمالك التحمل بصراحة النهاردة وفريق الإعداد المحترم بتاع البرنامج يعني أنا يمكن صعيدي شوية وبيبان على ملامح وشي إن أنا بدائي جدا لكن بصراحة بعتولي الفيديو والله العظيم يا جماعة وأنا قاعد لانوا تشوفوا معايا النهاردة وأنا قاعد اتفرقت عليه واتبتفرج عليه في البيت والله العظيم عدت زعق لوحدي يعني فيديو ما ينفعش يتقال على نادي الزمالك ولا على جمهور نادي الزمالك العظيم في قناة السي بي سي وحنشوفه مع بعض بس لما يكون معنا جملائنا كابتن خالد وكابتن أحمد الخضري وحيكون طبعا أنتم ما تروحش بعيد حتكونوا معنا طبعا في الزمالك خط أحمر في ناسة تقول خطين حمر لهو خط أحمر واحد دلوقات هتطلع نشوف المؤتمر الصحة في النادي الزمالك ونرجع لحياتكم مرة تانية طبعا أنا بشكر جدا المهندس هاني زاد على كلامه المحترم اللي في ملعب الشريف وبشكر اللي هو على مالد على كلامه المحترم اللي قال لهو احنا أنا طبعا بعزكم جدا وبحترمكم وباعتبركم كلكم طبعا ومش بقى ده الحقيقة يعني أنتم إخواتي الكبار بجد وأنا بحبكم على المستوى الشخص بعيد عن أي حاجة وبعيد عن البرنامج وان شاء الله ربنا يكرمكم في الأيام اللي جاية ووفقكم في الفترة بتاعتكم بإذن الله اللي أنا عايز أقوله أنه بصراحة المستشار المستشار مصادة منصور بصراحة دايما سخي مع العمال وبتوع الأمن بتوعه وأنه صرف شهر مكافئة طبعا يعني تحية مني دي بصراحة وبصراحة أنت دايما يعني مهما يتقال على مرتضى منصور لكن هو رجل في الآخر رجل طيب والله العظيم يا جماعة رجل قلب ببيض هو رجل قريب جدا يعني يمكن أكيد في ناس مختلفة كتير معاه أو أكيد ناس قربت منه وأنا دايما أقول له والله مهما اختلفت معاك أو مهما حصل أي حاجة لا يمكن أطلع ولا تتكلم كلمة بحقك من أن أنا بعتبرك أخوك كبير والدي يعني مش عايز أكبرك أول يعني فإن شاء الله ربنا يكرمك والحمد لله ربنا نصرك النهاردة وأنا طبعا ببادر مع المهندس هاني زادة بالمبادرة صفحة جديدة مع سادة الوزير خالد عبد عزيز من خلال ملعب الشريف ونتمنى يكون معنا ضيف هنا في برنامج ملعب الشريف دي طبعا حاجة نشرف بيها هنا داخل قناة LSE وبرنامج ملعب الشريف وياريت يكون مبادرة هنا من خلالنا من خلال ملعب الشريف طبعا جال دلوقتي أن المصفر مطال منصور يعني الراجل ذكرني بكل خير مع الكابتن مصطفى يونس أنا بشكوره جدا وبقوله طبعا أنا يعني أنا بقف مع الحق زي ما قالس اللي هو على مالت وإحنا طبعا مش معنا زي ما لك يعني والله يا جماعة مش متخيلين يمكن يمكن أنا حديث جدا في الإعلام أنا بتكلم معاكم بكل صراحة كإن قاعد يعني مش قدام شاشات ولا قدام الجماهير مصر العريقة دي يعني ناس كتيرة كانت تكلمني في الوسط وكانت تقول لي خلاص المجلس ده انتهى وكان يتكلموني خلاص تترفع الحصانة عن مرض أنا كنت أقول لا وكانت تيجي ناس تتكلمني أنا ما ليش علاقة بيها ولا أعرف شكلها والله وكانتتصل عليها التليفونيا وتقولي الكلام ده وناس كأعرفها برضو أعرفها شكلا وتقعد تكلمني معا وتقنعني اني خلاص واتتصل يا خلاص مرضاتها مش عارف مشي المجلس تحل وناس من قلب نادي الزمال والله عظيم يا جماعة وانا كنت مصمم على موقفي وحتى مرضاتها لو مشي انا برضو مصمم على موقفي ما احترامي لكل مش معناها ان انا ضد اللي كنت العميد احمد سليمان خالص لا لا ده راجل محترم وراجل فوق دماغي من فوق بس انا موقفي كده احنا وضعينا كده حتى في انتخاباتنا عندنا في البلد انا واقف معفلان معفلان للاخر نجح صقت انا معاه بكمل معاه لغاية اخر مشواره والله العظيم كانت تجيدي تلافونات كتير جدا وكان يبقى شاد على الكلام ده السيد احمد الخضري خلاص المجلس هتحل اللجنة مش عارف عملت ايه مش عارف ايه هنا هو وكلام كتير ودوشة ومستندة تطلع ومستندة تروح وحوادث كتيرة والحمد لله احنا سبتنا على موقفنا وكنا واثقين ان الناس دي ناس مخترمة والناس دي صاحبة حق والناس دي فعلا خصومتها كتير طلعت حكاته كلام كتير لكن في الاول الاخر مرتضى منصور رجل شريف ورجل نازيه ورجل مخترم والله بجد يا جمع وانا بصراحة انا كنت واقف ما اعرف عارفين ليه انه كان صاحب حق حتى جوى اللجنة التشريعية في مجلس الشعب كان في حد يخصنا وكنا نكلمه نقوله فعلا مرتضى حيقولك لا مرتضى ترفع ليه عن الحصان من احسن الاعضاء اللي موجودة في مجلس النواب ترفع عنه الحصانة ليه يعني الكلام يا جماعة فيه ناس تقولك انت هتقعد تعمل لنا وتقعد تتمجد لنا فيه لا لا دي انا ما بعرفش عامل كده ما بعرفش عامل كده انا بقول الحق والله العظيم لله وغير الحق انا هقول والحمد لله رب العالمين النهار ده مثلا انا روحت النادي النهري يعني فعلا ريه اوفى يعني وعد واوفى وفعلا نبز الوعد بتاعه النادي النهري حاجة خرافة بصراحة النهار ده كنا فيه كان فريق العمل موجود ودخلنا النادي النهري وتفرجنا على الابداع اللي في النادي النهري وتخيلوا النادي النهري من غير صور يعني فتح النادي النهري مرتضى منصور من غير صور وهناك قاعدة جميلة جدا عن نيل وحاجة بصراحة حاجة مخترمة تعال نطلع نشوف النادي النهري ونرجع لحضراتكم مرة تانية